ترجمة نانسي قنقر وقدين أنت تعرفوا بعض إزاي أساسي؟ أنا بس عايزك تهدى كده عشان تستوعب الكلام اللي أنا عاوز أقوله لك الكلام إيه؟ تفضل، تقول قبل الأب كان لازم أخلص من ليالي ليالي ملفوفين على الأبت زي الحبال وكل يوم التاني يخنقوا فيي سبتولهم ليه يجو مالش كل مشكلة وليه حل أولها حلها هخلص منها الأول ولو يحيا بنفس ويفه قدامي هخلص منه ورغر ياه نفس دلوقتي بس عرفت أنتو ليه كنتو مصممين أني متجوزهاش؟ دلوقتي بس عرفت إيه سبب فضول أبويا المستميد؟ عشان يعرف إيه ما بيني وما بينها؟ ممكن تقوليله جوزك عمل فيها إيه؟ ممكن تقوليله أنه جوزك نصب علي في ورثي أنا وأخوتي وأنه بسببه الغاية دلوقتي أنا معرفش أخوتي فين؟ وبسببك أنت هو أمي تحت من المستشفى ومش لقيه وغاية دلوقتي؟ قوليله هو ده الراجل اللي كان خاطف بنتك؟ أيها يحيا هو بس والله العظيم يا يحيا والله العظيم الموضوع معاك تقلب بجد والله العظيم يا يحيا سدالي لا 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 بصي 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 اللي ما بيني وما بينك خلاص خلص تطلعي بقى بنت عمي تطلعي بنت العفريت الأزرق خلص أنت دخلتك علشان قادر الفلوس صح؟ حاضر حاضر يا بنت عمي من هنا يهديك كل الفلوس اللي أنت عايزها بس بعد ما تاخد فلوسك مش عاوز أشوف خلقاتك تاني يا يحيا ديني فرصة فاساك مش عاديكي حالس الفلوس هاي الفلوسك هاي حالة يسر فيها بكرة بس بدري قبل ما أعمل التوكيل لمجدي طول عمري كنت بدور على السبب لكوره ليكنتي ومجدي ما كنتش بلاقي دلوقتي بس قادر أقول هالك في غشك من غير ما تكسف أنا بقرأكو بقرأكو حتى حدا لما دخلت حياتي قلت هي بقيت الحاجة الحلوة الوحيدة من بعد متنسمة بس طلعت بتشتغلني عشان خاطر الفلوس أنا بقيت بقرأكو كلكم بقرأكو بقرأكو ويمكن لو كنت مكاني كنت عملتك أنا مش مكانك أنا مش مكانك خلاص أخذي في نسبة أخذي كل حاجة أنتِ حاوزها مش عايز أشوفك تاني مش عايز أشوفك تاني أبدا يمكن لو كان ضميرك صاحي من زمان ما كانش كل ده حاصل عشان أنا بجد بحب ابنك منك لله يا شيخة منك لله إيه؟ قعدل إيه؟ مستنى إيه؟ ويش أي رسل من الجوتل خالص فضل ونبي اخوانا ويني بقق ماي ايها كيتي انا نبوحها مش انا في ايه مش في الدار ولا ايه لا مش في الدار مختفاة من امبارح ومش لقيها ما تقل لهاش اخوية زمانها جاية احنا ريسها في اول الليل متأخر شوية هتلاقيها طب طب انا همشي وعد عليك تاني ولا لما انت اخوية لان عليها او كده طب متتجوزها وتسترها منين يا كيتي منين ده اللولة القرشين اللي بيطلعوننا انا وهي من ضيافة الناس هنا ما كناش عشنا بقولك ياه الدار بتجيلها تبرعات ياما ما تخلي حد من الولاد الحلالي جوزه ويسطره يعني اتولادنا من غير قهر وقلنا ماشي وعايزانا يا كيتي نعيشها حاتين ها وبعدين مين قالك اسطى اني لمبوحها عايزة تتجوز لا يا اخوية تطمن هي ما بتشوفش في حيطها رجالة غير لا يا اخت ما خلاص من ساعة ما شفيتك نو بقت ممروعة علي اف ساعة تبقى زيك يا كيتي تكونش عايزة تغني يا كمان بلانيلا منين اللي يتغني دي تصوتها تخمني اللي هاني ما عايزة ترقص ترقص بتكلمت على الله دلوقتي بسان ما دام تشوفك وتعمللي مشكلة ياضحة طب بلنا بيكلمها كيتي من غير ما تقولي هون عيد انت خولي ماشي بتكونتي فين ايش مان طفر الشكات طريق سورا كنت عندي أحي اه كنت عندي أحي وده اللي كان لازم يحصل من زمان وزكانها الفلوس بخزمها من أسيبي انت ما بتسمعيش الكلام؟ ما بتسمعيش الكلام؟ ما انت ما كنتش هتوافد؟ انا لو مرحقتش الفلوس اللي تعملت دعا زي يا يمين وشمال دي انا هاخد اجلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه يا ست دا ايه يا ست دا او انت مبنونة حد يرفض النعمة ايه دا لا حاول اقول الا بالله لا اله الا الله ايه 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 انا عايز اروح يناك با حالا حالا بسرق اما يوا بطالي زنة با يلا التليفون بيرند يلا يا سياتر عليك يلا امسك دا اا هات امسك دا ايه دا الو الو ايوة انت مين لقيت واحدة معها سرويتها والرقم ده موجود على الورقة اماني اماني بجد اماني طيب بقى حضرتك فين هات ورقة وقالة مكتب الانوان ده عندك اماني طيب طيب سواني خليك معاك اماني اسكت شوية اماني تعالي اسكت انت شوية بقى تعالي اماني ايوة اقول يا استاذ اقول معاك اقول لو سمحت بتتأخرش علي بقول لحضرتك ايه ارجوك عينك عليها متخلاش تغيب عن عينيك انا جاي على طول يا سيد الطم اللي هي موجودة يلا تعالى بسرعة مع السلامة يا راحش فين ايوة حالة لقينا اماني تعالي لنا على مساكن الهداية في اكتوبر اه الهداية في اكتوبر اه يلا مع السلامة يلا حبيبة 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 لقيت تيتا لقيت تيتا اللي كانت تايها مني لقيتها انتي تيتا كانت تايها ازاي مش صغيرين بس اللي بيتوه ايوه هما صغيرين بيتوه صحيح بس ساعات الكوار بيتوه لما يبقوا تعبادين بس خلاص الحمد لله لقيت تيتا وهتيجي تايش معانا انا ما عند تيتا وهشوفها ايوه حبيبتي عندك تيتا وهتشوفيها وهتيجي معانا كمان استني بقى لما نقول لبابي مش مشكلة احب اقول له بعدين تب اغير في بمي اوجي معكي لا اي حبيبتي مش هينف اتيجي معانا انتي هتستني عند تانت ريهام بس من غيرش هقاوة لغاية مارجي عجيمك اوكي ماشي بس ما تتأخرش عليك مش هتأخر عليك هجيملك تيتا واجي هوا يلا بيل يلا طبع الاقل كنت رديت عليها وشوفتها عايزة ايه مش جايز يكون فيه مشكلة ولا حاجة يا اكرام يا اكرام حالة ما بقتش عزيني ولا محتاجاني خلاص ازاي تقول كده مهما كانت استيطة قوية وقادرة وعملة انها مش محتاجة حد بس بيجيها وقت بتحتاج لراجل يقف جنبها بس يا اكرام انا وحالة خلاص اطلقنا بعدين ده حاجة انا ببتعايزها من زمان عشان ما تعدهاش معايا في عيايا بس الغنيب بقى انا اكتشفت ان هي كمان محتاجة لكده عشان بقى تفضل للانتعام اللي هي عايزة نتهمه من عمها يبقى انتو اللي اتنين اتخليتوا عن بعض في الوقت اللي كل واحد فيكو كان محتاج للتن يقف جنبه اهلا يا دكتور اهلا اتفضل انت مبتردش عارة ريفونات حالة ايه حالة ايه طمها يا هانس موسيقى السلام عليكم يا رئيس السلام ورحمة الله وبركاته بقولك مساكن الهداية فين حضرينيك هتعدي انها التانية على طول متشاكري يا قوي معارفاش اللقيتها فين ولا ازاي ولا قالتلي أي تفاصيل 英ش مهم يا بقى هي حلقة ليها طريقها الخاصة إيه يعني؟ ماشرفتاجش اللقومت هو اللقومت ولا تتملت نبي صافت على تعبان جداً من الكلام ولسه كنت بتكلم في الموضوع ده مع إكرام بس ألها انتبع أنا بالنسبالي الموضوع انتهى إكرام إحنا لدينا رقم حضرتك أو ده رقم على تليفونها فطبعاً كلمنا حضرتك على طول مش مهم كل الكلام ده دلوقتي يا دكتور المهم هي هي عاملة أي دلوقتي بص أنا عايزة تتطمر هي دلوقتي في العمليات وكل حكاية إحنا عنشيل بس رصاصة من دراحة وخلاص يعني رصاصة صابت دراحة بس ما جاتش في أي مكان تاني خطر بالضبط هو كده الحكاية كلها داخت من شوية وكمان مش هتطول وأول ما تفوق إن شاء الله ممكن تتحرك أو كمان لو حاجة تخرجها معك ما فيش أي مشكلة يا ربي خليك يا دكتور الحمد لله الحمد لله مش عارفة أقول لحضرتك إيه طيب أنا هستناها هنا لغاية لما تخرج من الرحمة اللي رأيك طبعا ما فيش أي مشكلة وإن شاء الله خير وإن ما فيش أي مشاكل يعني مرسي يا دكتور مرسي يا حضرتك تفضل يا فن تفضل يا ربي قومك بالسلامة يا حلا يا حلا تأخرت كده ليه عارفش كلمها كلمتها كلمتها ما بتردش على التليفون وأماني كمان اتأخرت كلمها تاني وكلمت الراجل اللي هو كلمني قافل التليفون وما بيردش معاليش معاليش أم زمانهم جايين وبعدين حلنت وأماني ده وقته جايين دلوقت وتتأخروا ها ايه الأخبار تمام يا معل اه مدد بالصراحة لا يا معل اللي ضرب ضرب وهو بيجري زي ما انت عالي في الدنيا نهار واللما كان يتعلي بقى كبيرة لو كنا نتسلم ما هو أخبخ وقتك كلا ستعينه حد تيراعد من بعيد لا حفظ بقى معالي هبقى الله غور عرف السكاة ماتت ولا لأ واي أخبار جديدة تبلغني به مين دي مين دي اللي تأكد انها ماتت ما ترد علي مين اللي بتعمل عليه شغل العصابات ده هتكون مين يعني اللي عايزة تهد بيتنا وتضيع علينا بتاعها بالسنين حلا هتقتل حلا يا معجدي هقتلها وقتالك تابوها قبل كده ما هو راكل قوتي أنا وعلى موتي انت ايه ما قلت لك اتلم بقى واتقل لا هيحصل فينا ايه أكتر من اللي بيحصل ده هنتسجل او نتقتل او الوقت يتجوز اخته هتقتل تاني يا راجل يوه يا يا ها اخر واحد ممكن اتوقع انه يفضل جامل في الظروفة لنا فيها دي انت يا حي اعرف وفاهم قصدك كويس انا نفسي ما كنتش متصور اني ممكن اسامحك بعد كل اللي انت عملتي فيها ده اللي انت عملتي فيها ده كان قاسي او يا حال ماش فاهم ازاي قدرتي تشتغليني و وتلعبي بمشاعري بالشكل ده وفي الظروف اللي انا فيها دي اصحبك طب انا ابوي اذاكي لكن انا معملتي اش حاجة بالعكس انت انت غتشددلك وحبيتك والله يا حي كنغزب عني بس لما الدكتور كلمني وقال لي على اللي حصل معاك ما قدرت شمسك نفسي لقيت نفسي بكري علشان اجيلك وتطمن عليك عمي اللي عايزي اقدني يا حي هو اللي صلت نسالة عمي اللي عشان يدربوا لي برصوص ما عليش حالة حقك علي انا قوم انت بس بالسلامة وامك وحقك هيرجعولك وانا اللي هركحهم لك بنفسي حقك علي انا انا عملت فيك انا وامك من يومة ولدتي لحد دلوقتي انا حسيت بالمرارة لما نسمى راحت منها وراح معا حلم اني كل حفيدة عرفت يعني ايه العذاب انك تخسري حد قريب من قلتك وعرفت الزنب اللي عملته فيك لما ساعدت ما اجد انه يخلص من ابوك وضيعلك اخواتك وضيعلك امك بس سدقيني مش هلطيعي داني ايوه مش هلطيعي داني انا لازم اصلح غلطتي معاك ما انت عرفت ازاي ان انا هنا الدكتور جاب تريفوني من تريفونك لها اخر من امرأ انت من تصدقين عشان تعرف بس عرفت الحمدلله على سلامتك الحمدلله على سلامتك عليه السلام انا بس اخرج من هنا وعمي ده هيشوف انا هعمل فيه حلا انا بص على راسك وقلتلك الحمدلله على السلام يعني ده معناه ان حقك علي ومعي وانا اللي هجبولك بنفسي خلاص معا ماشي يا حي ماشي وهم طب مني عليك انت اخبر صحيتك احسن احسن الحمدلله طرى ما دولتك عريبا بطلتو خلاص ملعاش بيزن علي زي الاول والبركة فيك فيي انا وانا عملت حاجة بركة في نسبة على فكرة يا حلاء ما تزعليش مني لانا انا عملته من الكلام اللي قلته اليومين رفاته انا هتفكرت فى انت عملته كتير قوي والعيد ان انا لو كنت مكانك كنت عملت كده برضه ويمكن ازيت شوية احشا كده انا بوعدك اول ما قدوني بالسلامة هركعلك حقك كله ده وعد مني ماشي يا حي بس انا لايه عندك طلب بنتي بنتي يا يحي عندك جرام الصبح وملعاش حتى غيري ممكن تروح تجيبهايلي هنية انت تقمولي مديليش نفسك بقى اي حاجة خالص سيبي كل حاجة علي مم؟ حمداله على سلامتك يا سلام لا يا سارينا ماينفعش جرى يا كيتي وقل لي ماينفعش يا بيتة ده انا باقولك انا عايز اشتغل يا خوة ما احبكش الشغل غنهنة يعني ما تحوريش علي يا كيتي ما احنا طول عمرنانا بنشتغل ساوة باقولك ايه زمان ده رح لحله يا حبيبي خلاص وبعدين بقى الصراحة كده البرح مستنييني على غلطة عشان تكرش بره وانا غلطة يا كيتي ما تجيه من الاخر بتي مش عايزة تشغليني معاك لين باقولك ايه زبون هنا بيجي عشان حاجة تانية خالص توسوتي ايه البرشام الله لا يسيقك يا اخويا والنبي انا لو توسط طلب وكسفتني عمني ما هسمح وانا جبت سري البرشام يا بيتة متحورش عليها يا كيتي وتجيبي من الاخر هتشغليني معاك هنا ولا لا؟ ماشي يا سرين مسي ساعة لما هتعقك يا ابن الناس انا ما اعرفاكش ماشي يا كيتي هتشغليني ايه هنا بقى ايه خوي الشغلي هنا كتير هتلاقي متألف شغليني انت بس تشبط مع الزبان التقال هتلاعلك بقى شاش قد كده ماشي امين في السليم يا سرين ايه بيتة في السليم والله ماشي سلام وقت بقى عشان عندي نمرى دلوقتي واول ما خلص هاخدك على مدى منها واند عشان اعرفك عليه ماشي افضل يا فنانة متخاف شواند اشغلك ماشي 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 انا يحيا من طرف مادام حلاة جاي عشان اخد حبيبه هي حلاة فين دي قلتلي راحة مشور ورجع على طول ايه يا فنانة في الحقيقه في مشور فعلا بس من الواضح ان المشوردة هيطول شوية فمش هتقدر تيجي فيبعتتني انا وانا اسفة جدا انا مش قدر اديلك البنت مش قدر ادي اغنى لمامتها اوبابا يا فنانة والله انا مقدر خوف حضرتك بس صدقيني هي مش تقدر تيجي تلوقتي عشان كده انا هنا وانا زي ما قلتلك مش هقدر اديلك البنت طيب اوكي ممكن ثانية واحدة بس اطلبها لحضرتك وهيتأكدلك بنفسها دي واحدة ايه يا حلاة ايه يا حلاة مادام ريهام قدامي هي وقت عايز اتكلمك عشان تتأكد منك بخصوص البنت يعني طب ادي هاني اوكي ماشي هاي معيك هاي اتفضلي فنانة ايه يا حلاة معلش انا اسفة انا معرفش الاستاذ ما تقلقيش انا اصلي حصلتلي زوف كده ومش هقدرك يخدها فخليها معي حياة احسن اوكي اوكي ما تقلقيش لعلها المنع خير ان شاء الله خير ان شاء الله خير الحمدلله على كل حاجة انا اسفة جدا انت زعلش مني اعذرني دي امانة في القبط لا يا فندم بالعكس ده حضرتك تشكري على انتي بتعمليه ده مرسيه هوي جاريت البنت بعد ازني طيب ثانية واحدة انتهلك حبيبة اتفضلي حبيبة 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 انتي بقى حبيبة حاضر شيء اشتركوا في القناة 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 يا أوريلا!